مرحبا أمامي اليوم سوف نبدأ مع اكتيفتي 4 استخدام نيوتريانات و أكسجن غاز باكتيفتي 4 اكتيفتي 4 تجدتها في مرات الناسية اكتيفتي 5 في مرات الناسية اكتيفتي 4 و اكتيفتي 5 مطلوبة اما انا ما في داعح فحطتها اكتيفتي 4 لانه متعرف على انه اخدنا 1 و 2 و 3 الفور ملغية الخلص بنعتبرها 4 لا مشكلة اكتيفتي 4 استعمال الغذاء و اوكسجن غاز باكتيات اولا تعرف ان الناس 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 كم محرم اوك اوك كل محرمه بقلبه هي تشو اوك 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 بقلبه اوك and take carbon dioxide يعني our body cells need oxygen هي قاعدي خليانة بتاخد oxygen بتاعتي carbon dioxide يعني do your body cells respire بتتنفس خليانة او لا sure yes because they take oxygen and they give carbon dioxide تب بياخدوا شي غير ال oxygen yes nutrients بيطلعوا شي غير ال carbon dioxide yes وساخ يعني our body cells بياخدوا من الدم oxygen and the nutrients and they get rid of بتخلصوا من أوساخن لهني carbon dioxide وساخ يعني كأنه أنا بتخيل الخلية مثل معمل صغير بدوا مواد أولية ليستعملها وبطلع أوساخ so body cells respire in order to prove that that all body cells respire our body cells respire we have to do the following experiment so our aim now or the aim of our experiment now is to prove that if cell or if cells respire or not okay so all living things are made up of cells cells respire cells respire to produce organic matter خلايا هنا ليش بتاخد oxygen و ليش بتاخد nutrients ما المنطق بقول they take oxygen and the nutrients to build them cells يعني خلينا هدفها الأساس بتاخد الـ oxygen و nutrients يعني هايدي cell بتاخد الـ oxygen من وين بتاخده؟ من البلاد؟ وبتاخد nutrients الغذاء amino acids okay glucose إلى آخري ليش؟ شو بده فيهن هاو دي؟ to build itself لتبني حالة لتعيش okay لتقوم بوظائفها to perform its function رح نشوف كيف بعدين so on this activity بهيدي الاكتيفتي عنا كزا قصم بالفيديو الأول هون we are going to prove that cells respire ما ننبرحن إنه الخلايا بتتنفس وبالفيديو التاني إن شاء الله رح نحكي شو بتعمل الخلايا بهيدي الـ oxygen ونـ nutrients لما انتخدن شو بتستفيد منن okay let's prove that cells respire okay first of all we take a piece of meat meat يعني لحمة لحمة يعني muscles ما اللحمة هي عضلات البقرة أو الـ sheep أو الـ goat okay هي عضل يعني it's made up of cells هلأ أنا إذا بجيب قطعة لحمة بحطها بكيس وبسكر عليها كتير بالشمس شوية أو بالطقس الدافة بعد شوية بفتح الكيس بلاقي فيه ماي بنا نقجها الماي مش من اللحمة okay طيب هيدا دليل إنه الميت عايشة هاي الخلايا عايشة بس تعفن بتكون ماتت سو ديس cells رسپاير الميت سالس أخدتن لبارهن إنه هن عبي عاملوا رسپايرشن شو عملت؟ I'm in a closed container حطيتم بكونتينر مسكر closed مايفوت هوا من بره أو مايطلع هوا منه الكونتينر لحتى أعرف إذا هي اللحم اللي عم تتنفس أو لا and I place here two probe probes بالعربي معناتها النادور هو نادور أو آلة كهربائية حساس صغير بحاس قدى نسبة المواد اللي بقى بالكونتينر this is a carbon dioxide probe it measures the amount of carbon dioxide here بيس أدى كميت الكربون dioxide جوا and this is an oxygen probe measures the amount of oxygen inside the container بيس كميت الoxygen بالcontainer okay طيب موصولين هوا دي على كمبيوتر هش هشت الكمبيوتر هون اسمه كيس computer assisted scientific experimentation this is a computer used بيتنزل عليه program computer عادي بيتنزل عليه program this program helps to measure بيساعد على قياس الأشياء من ضمن الoxygen والcarbon dioxide طبعا the temperature of this container is 37 because we are dealing with a meat meat يعني أنا بدي إيسا إذا كانت لهيومان أكيد 37 إذا مش لهيومان حسب حرارة الأنمال اللي أخدت منه never mind 37 human body temperature we obtained the following graph الآن حدا بقول graph with two y axis كيف بدي إتعامل معه simply the graph with two y axis أنا بعرف الغرف العادي عنا x axis y axis وبلش منهم نزيره بيطلع مثلاً الغرف أو بينزل the variation of y as a function of x طب if we have two y then y then results different و different عن بعضهم يعني مثل oxygen carbon dioxide ما في نحطهم على نفس y axis فببسم y axis تاني هون okay this is y axis تاني وعادي بلش فيه من هون من الزيرو يعني مثلاً إذا قلنا هون one two three three أنا بد وهون one two three four هالx axis هيدا مثلاً هون ten twenty thirty مثلاً هيدا راح سميها y one وهو y two ال y two راح اخده بلون تاني okay لحتى ما أحد يضيع راح اخده بلون الأزرق this is y two هل y axis تاني okay إجا قال لي والله سم لي y axis الأول عين لي على y axis الأول على y axis الأول حط لي point okay هيدا ال point على y axis الأول one و twenty هيدا one twenty two thirty two thirty zero و ten zero و ten وصلهم okay هال y axis الأول إجا قال لي عين لي على y axis الثاني one 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 ما بيجي لهون بيجي لهون one one two three مثلا two with three هال three هون وهال two four four two four وهي four وهي two وعادي ببلش هيك دايما ال x axis بقرا هيك بس الفرق إنه ال y axis على يميني بدل ما يكون عشمالي لا أكتر ولا أقل okay طيب observe this graph طلعوا لي بهايدا الجراف اللي طلع عندي as a result in this graph as a result during six minutes خليت هود الميت هول الميت تركتن ل six minutes okay وصرت إس نسبة الأكسجين والكاربون داكسايد inside the container أنا عب إس كمية الأكسجين والكاربون داكسايد جوات الكنتينر ملاحظين شا عب تعمل الكاربون داكسايد increases الأكسجين decreases at the beginning بالبداية قد كانت كمية الأكسجين 20 إياها كاربون داكسايد بيجي لهون كانت 0.5 أو 0.3 تقريبا هلا أحد يقول لي شو عرفك جيت من هون عند السفر هيك ورحت به الخط لهون إياها تقريبا 0.3 أوكي إذا أوكسجين العم بقال جوة يعني الاكسجين هون عم بقال أو 2 عم بقال مين عم بزيد كيف هك bleش لماذا؟ لماذا تقريبا؟ لماذا تقريبا قطير داكسايد علي المعضب di container mientras الكسجين علي المعضب اكسجين ب contractor لأنه staking it من في غير اللحمة عم يأخد أكسجن أصلاً اللحمة عم تأخدتها It takes oxygen. That's why the amount of oxygen inside the container decreases. At six, it turns into 16. رحت وسط على 16. تقريبا. Okay. الآن الخط مش كدير واضح. إذا أنا بدأ أعمل لك. Okay. Look here. 16. However, كامندأكسايد at six, is بجلاهان, 3. Okay. So, لذا الصغير Fly الصغير الداخلي الصغير الجزürü الجزه زيب �功 صغير يıt بالذي So, does meat respire? Sure, yes, because it takes oxygen and releases carbon dioxide. So let's move here. تعال نجي لهون. تعال نحل هذه الأسئلة. What's the post problem of this experiment? شو برا يكون لـ problem؟ Problem يعني question. Question يعني السؤال. مين هو الـ variable factor؟ مش حطيت 100 أنا. أريد أن تأخذ أكسيجن وتطلع carbon dioxide. يمكنني أن أقول أنا. هل الخلايا اللحمة تتنفس؟ أو يمكنني أن أقول هل الخلايا اللحمة تتنفس؟ هل الخلايا اللحمة تتنفس؟ لماذا أقول هذا؟ لأنه يمكن أن تنفس أكسيجن وتكاربون داكسيجن لللحمة. فهل هي بتتنفس؟ هل هي بتأخذ أكسيجن بتاعتي كاربين داكسيجن؟ This is the problem. إذا أنا بدي أفترض فرضية بقول Maybe. فينا نقول Maybe بالامتحان الرسمي طبعا. وفينا نكتب Hypothesis نقطتين. Maybe the meat cells take oxygen and release كاربين داكسيجن. هي إجابة على الـ problem. Interpret the graph of document B. What can you conclude? Interpret means Analyze plus what? Indication. طيب. تعمل Analyze أنا وياكم. أول شغلي. This is called compound analysis. لأنه في عنا اتنين graph. I have to make them together. لازم استعملهم مع بعضهم. بس ممنوع. يمنع من عمباتا. مقارنة الوكسيجن مع الكاربين داكسيجن. I have to say مباشرة. As time increases from zero to six. Okay. After placing a meat in a container. At temperature 37. After six minutes. Or as time moves from zero to six minutes. The amount of oxygen in the container. Decreased from 20 to 16 percent. While. Or whereas. دروري ينكتب حودي. The amount of oxygen. Or carbon dioxide. Sorry. In the container. Increased from zero point three. To zero point five. To three percent. بعد ست دقائق. من لما حطيت اللحمة. بقلب الكنتينر. الأكسيجن نزل من هالآد. لهالآد. بينما الكاربون داكسيجن. زاد من هالآد. لهالآد. فيش داع وسع أكتر. This indicates that. شو بستنتج. Indication صغيرة. إنه الميت. تاكس اكسيجن. And gives carbon dioxide. هايدي الاندكيشن. What can you conclude. شو بستنتج أنا. I conclude that. I conclude that. I conclude that. Meat respires. الميت بتتنفس. اللحمة بتتنفس. اوكي. فإزان. بالإنديكيشن. غير الكونكلوجين. transform the graph into a table. أول فكرة بهيدا الغراف. أنا عندي. X و 2Y. كالعادة. بقسمه هيك. X فوق و Y تحت. اوكي. بعدين بقسم ال Y ل 2. على هيدا الشكل. متل ما شايفين. هيدا ال X هون. اللي هو ال time. وهيدا ال Y هون. ال percentage. للأكسيجن. ولل كاربون داكسي. طبعا هون بهيدا ال table. بكتب time. دي هو ال X axis. percentage. بقسمه ل 2. O 2. و CO 2. بعبي كل النقاط. من الزيرو لل 6. هلا قمنا مسع معي. فحطيت اخر نقطة هي 5. طبعا بالامتح. أنا رسمي يكون محددي لكم النقاط. بيجي عند الأكسيجن. انسوا الكاربون داكسيجن. غطوا بقيدكم للكاربون داكسيجن. وطلعوا بالأكسيجن. عند ال time 0. قدي الأكسيجن. 20. 20. At time 0. أكسيجن إذا 20. بيجي بكتب 20. 20. عند ال 0.5. قدي الأكسيجن. تقريبا 19. عند ال 1. الأكسيجن. تقريبا قدي. 18. إلى آخر. يبعبي كله. بيجي عند الكاربون داكسيجن. الكاربون داكسيجن. الكاربون داكسيجن. ال time 0 قدي. 0.3. عند ال 1 قدي. عند ال 0.5 قدي. تقريبا. كمان. هلأ. اليوم 0.5. راح تطلع. عند ال 1. 1. عند ال 2. 1.2. إلى آخر. بس المهم الفكرة تعرفوا. بكون تاخدوا. الأكسيجن. إلى آخر. إلى آخر. إن شاء الله.